طبعا تذكرون ان السلاج تجي البالات الخاصة فيه باللون الابير راح اوقف هنا ونشوف طريقة التحميل افتح الكنترول يقول استارت ايوه شوفوا هنا قراس ما انا ابغال قراس هنا سلاج 36 الف من السلاج يا خطير قسم بالله خطير والان مثل ما احنا نشوف نجحت العملية وعطانا سلاج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعينا الكرام نعود لكم مرة ثانية لمحاكي المزرعة 22 اليوم موضوعنا راح يكون ان شاء الله عن مصنع السلاج اللي بنيناه تقريبا الحلقة اللي قبل الماضية راح نعرف بالضبط من وين نجيبها وراح نشغله ونشوف وش الموارد اللي هو محتاجها علشان نبتدي ننتج سلاج ونرتاح من موضوع الاحوال طيب نذكر بس متابعينا بداية حلقتنا لهذا اليوم يكون فيه اشتراك لكل من يشاهدنا ان شاء الله وتعليقاتكم المتميزة وكذلك اللانك نجي الى صفحة اللعبة واللي هي الصفحة الرئيسية اول ما تفتح اللعبة هناك فيه اللي هي المودات نروح نفتح على جهة المودات وبعدها نطلع الى ننزل تحت الى الفاكتوريز اللي هي قسم المصانع نفتح قسم المصانع وراح نحصله تحت ننزل تحت ونحصله ان شاء الله المصنع جدا ممتاز واليوم راح تكون التجربة الفعلية للمصنع هذا المصنع نشوفه هذا هو عندنا قدامنا يسمونه سلاج فكتوري طبعا انا بالنسبة لي لما تفتحه لازم تضغط عليه علشان يفتح معاك ونشوف المعلومات عنه بالضبط طبعا هنا الكلام اللي يصف لك وشنو يو كان ميك سلاج فروم قراس وشنو يو كان ميك سلاج فروم قراس ويو كان ميك سلاج فروم قراس يعني المود هذا او المصنع هذا يصنع لك فقط يحتاج من عندك قراس اخضر يعني تجز العشب الاخضر وتجيبه تبغى سلاج يطلع لك سلاج تبغى هاي يجفف لك الهاي اتوقع حسب ما انا فهمت من الوصف اللي موجود طبعا تعمل تنزل هنا تحت وتعمل لها تعمل لها انستول طبعا انا عملت لها انستول فما نحتاج خلاص راح اطلع وعرفنا بالضبط وين مكان المصنع هذا اوكي بالنسبة لنا خلاص الان راح نشغل اللعبة وراح ندخل على السلوت اللي احنا كنا نلعب عليها المكان اللي نلعب عليه هذه المودات اللي عندنا مود دي ال سي راح نشوف وين موجود فيه نبحث عنه هذا خلاص فقط نعمل له اختيار وراح يشتقل معانا على طول نروح الى ستارت نجي على ستارت اللي هي اللعبة وراح انحصله موجود عندنا في المباني هذا هو المصنع شفتوا المصنع هنا هذا مصنع السلاج اللي احنا بنيناه تقريبا في الحلقة اللي قبل الماضية هنا مكان التنزيل وهنا مكان التحميل موجودة الايقونتين ايقونة للتنزيل وايقونة للتحميل وهنا موجود عندنا كيف ندخل على المصنع هذا نقدر ندخل على المصنع هذا مباشرة بالضغط على حرف الار وراح نشوف وش اللي يحتاج من عندنا يحتاج من عندنا فقط هذا هو اذا نبغى ننتج هي نجيب لقراس شوفوا هنا موجود عندنا قراس وموجود عندنا تشاف وموجود عندنا هي وموجود عندنا سلاج يعني ينتج لنا ثلاث اشياء في آن واحد لكن احنا فقط نقدر نختار نغير يعني هنا عندنا السلاج من القراس وهنا عندنا السلاج من الشاف طبعا الشاف هذه اتوقع هي في حاصدة خاصة بالحقول في عندنا يعني حقول معينة حاصدة كأنها مفرمة تفرم تقريبا كل شيء قدامها فلما تفرمها نقدر نجيب الشاف بدل القراس يعني ممكن احنا ما عندنا حق القراس لكن عندنا الماكينة هذه نقدر ننتج الشاف نجيب الشاف كذلك الشاف يطلع لنا سلاج يعني احنا نقدر نطلع من النوعين طبعا انا نذكر ان الشاف نقدر ننتج مننا سلاج اعلاف السلاج في الاحواض والقراس الاخضر نقدر ننتج مننا سلاج في الاحواض فهي الشغلة هي هي نفسها ورح اوديكم على الماكينة الكبيرة وان شاء الله ممكن نجربها معاكم الفترة هذه لكن راح اودي او اوريكم الماكينة اللي هي نقول طلع لنا شاف اتوقع هذه شوفوها ذات الهيد كذا اللي كأن مفرمة مفرمة يعني مرة هذه مفرمة مفرمة تفرم وتعطيك من الانتاج من الحقول راح نجربها ان شاء الله معاكم نجي عليها ونجربها ان شاء الله باذن الله خلوني الان اطلع اتصرف بالستر وهذا نزله عند الابقار الاعلاف الخاصة اه كيف نجيب القراس طبعا عندنا حقل القراس كبير وهو اه الحقل رقم اه رقم واحد وسبعين حقل كبير جدا والعمل راح يكون متركز فقط على اه مكنتين هذه المكنة اللي راح تجز لنا اه القراس القراس الاخضر او العشب الاخضر طبعا هذا القراس ما يعتبر عشب ولكن اه توقع هي اعشاب للاعلاف يتم زراعتها في حقول كبيرة اه علشان يتم اطعام الثروة الحيوانية اه في بعض البلدان فالقراس هذا يعتبر نبات مخصص للاعلاف فيتم انتاجه ويتم استخراج منه السلاج ويتم استخراج منه الاعشاب المجففة وهي الاعشاب مثل ما نقول اعشاب الاعلاف فخلنا الآن اول شي نشتغل على استخراج القراس وبعدها نبتدي نحمل بالعربة المخصصة عندنا نحمل القراس ونجيبه الى المصنع اوكل العمل الى احد العمال اللي ساعدوني ابو شنب اليوم عندنا شوفوه ما شاء الله عليه الله ما شاء الله هو اللي راح الان يقوم بالعمل ويطلع عندنا القراس اوكي طيب وبعد نحتاج الى مكينة تجمع عندنا القراس اوكي هذه المكينة هي اللي خاصة بالتجميع ويلا نطلع فيها طبعا المكينة هذه صغيرة ما هي كبيرة ولكنها تفي بالغرض وتأدي عملنا يعني بطريقة ممتازة فما نحتاج نشتري ولا في مكائن اكبر من هذه واضخم بامكاننا يعني نشتريهم ولكن انا الان ما ابغى اشتري مكائن كثير هو طبعا على حسب تخطيط الحقل يمشي لان لو نشوف الان نشوف خطوط هو يمشي على هذه الخطوط ما يغير فيها هذا مسارة مسارة على الخطوط شوف حتى الثاني تقريبا يمشي على المسار اتوقع اوكي الان وقت نجيب المعدة اللي تحمل لنا خل هذا يشتغل ايوه هذه معدتنا تقريبا مع العربة اللي راح تحمل لنا القراس نحمل وعلى طول نجيب للمصنع ننزل القراس الاخضر وكذا راح نشوف وننتظر معاكم الانتاج الاولي من هذا المصنع وهذا القراس نشوفه لونه اخضر غامق الان معانا قراس اخضر اللي كنا من اول نوديه للاحواط الخاصة بانتاج السلاج وننزله ونحط عليه دواء او نحط عليه مادة كيميكل وتضبط الامور عندنا الماكين اللي تجز يشتغل ما شاء الله عليه يعني اوكي ماشي بعمله الحقل هذا مملوك يعني ملك للمزرعة وهو يعتبر من الحقول الاساسية اللي موجودة في اللعبة اساسا يعني اتوقع من تدخل اللعبة على الميكريك ماب تحصل اساسا الحقل هذا هو موجود مخصص للقراس يلا جينا الان عند المصنع الان جينا للاختبار ان شاء الله باذن الله راح ينجح الاختبار هنا التنزيل والتحميل يارب ان شاء الله ما يخذلنا بالتنزيل ايوه التنزيل جاهز ممتاز نجحنا في التنزيل الان نجحنا في التنزيل ان شاء الله ننجح بقية الامور كلها ان شاء الله طبعا صديقنا بوغانا نقول تحية لك بوغانا انت اللي دليتنا على هذا المد ونقول الان نقدر ننزل ونقدر عن طريق الاعدادات بالكامل نروح الى المصانع هذه اقونة المصانع شوفوا عندنا الان 34 999 من القراس طبعا الحاف لسه ما جينا على الحاف الحاف قلت لكم راح نجيه ان شاء الله فالان ايش نبغى نصنع يقول لك تبغى تجف القراس هذا ينتج لك هي او تبغاه ينتج لك سلاج لا انا بغاه ينتج لسلاج راح نعمل اكتف ل فقط الخاصية السلاج من القراس فقط هلاص الان المصنع يبتدي يشتغل يعطينا سلاج طبعا يعطيناه بالطريقة ليست الاسطوانية او المربعة لا راح يعطيناه بالطريقة المفتتة وخلنا نروح نجيب الدفعة الثانية دفعات كبيرة اتوقع راح يعطينا حقل الان عندنا حبوب الحقل هذا مثل ما انتشفتوه حقل ثمانية وستين خلاص انتهينا من عنده وجمع لنا ما شاء الله حبوب كميات كبيرة حتى ان المخزن الان توقف ما يستقبل عندي عربتين الان جاهزات راح اوريكم الان واليوم راح تكون عندنا فرصة انوريكم ان نبني مخزن حبوب اخر نزيد من مخزن الحبوب يعني فهذه فرصة اليوم راح نقوم بالعمل هذا وياكم عندي حبوب الان سبعة اش الف وعندي حبوب في العربة الثانية تقريبا ثلاثة وثلاثين الف ما احنا قادرين نزلها في مخزن الحبوب طيب وش سوي شوفوا عندي اليوم انا اختراح راح اشتغل عليه اليوم شوفوا عربتين كل عربة جنب الثانية كلها قمح طبعا حقل القمح حقل ثمانية وستين عطانا قمح كميات كبيرة مرة فالان عندي حل من اثنين اما اني اعمل زيادة اضافة اضافة خزان للخزانات الثلاثة طبعا هذا الكبير حطيناه في الحلقة اللي قبل الماضية او الحبوب اليوم راح اتصرف فيهم معاكم ووريكم كيف راح نتصرف بالحبوب طبعا الحبوب لما يكون عندك حبوب في عندك ثلاث مسارات للتصرف بالحبوب اما انك تجمعهم داخل المخازن اللي عندك في المزرعة او تاخذهم مباشرة وتشوف الاسعار عند التجار وتروح تبيع مباشرة وتنتقل لكل تاجر وتبيع على حسب مزاجك ولكن انا ما فضلها دايما حاول تشوف نشوف الاسعار هنا في السهم الاخضر دائرة وداخلها سهم اخضر هذا معناته في طلوع الاسعار في ارتفاع وفي هنا في نزول طبعا من تاجر لتاجر يختلف فاحنا بالنسبة لنا ما ودنا نبيع حاليا اساسا احنا عندنا كميات كبيرة نقول كم ميتين واثنين وعشرين الف ميتين وخمسة ثلاثين الف هذه تقريبا اربعمية وخمسين الف تقريبا وعندنا خمسة وتسعين الف زائد احداش الف يعني نقول خلها مية خمسمية وخمسين الف وعندنا خمسة وثمانين الف يعني تقريبا عندنا ستمية عندنا ستمية حجم المخازن تقريبا والان المخازن ما عاد يتقبل فأما إحنا نجمع وبعدين نراقب الأسعار ونروح نبيع أو عندنا الشغلة الثانية نقيم مصنع المصنع هذا يسمونه grind mile grind mile ممكن نشوفه هو لا همود ولا شيء هو ستاندر في اللعبة نقدر نشوفه في المصانع لما نروح إلى المصانع الآن معاكم نشوفه في البرودكشن نشوف grind mile وليس هذا هذا grind mile اللي هي الطاحونة سابقا كانت الطاحونة اللي يطحنون فيها الحبوب ويطلعون الدقيق تأخذه وتبني grind mile بستة وتسعين الف يورو فهو ياخذ من عندنا الشعير وياخذ من عندنا القامح وياخذ من عندنا السرقوم وياخذ من عندنا الشوفان وينتج لنا الدقيق احنا اليوم راح بدل ما نبيع طبعا ما راح ابيع اساسا انا محتاج دقيق فاليوم فرصتنا ننتج الدقيق معاكم من المصنع هذا وراح نشوف الانتاج ان شاء الله يعني قريبا في فترات قادمة راح ننزل هذه 17 الف نحتاج كميات كبيرة علشان ننتج كميات كبيرة كذلك من الدقيق الدقيق وش راح نسوي فيه عندنا له تصرف ان شاء الله بنوريكم نهاية السنة اما نبيع او ان احنا نستخدمه للمصانع الاخرى اللي موجودة عندنا مرتبطة بالدقيق وهو المخبس كذلك اروح افرق 33600 من حبوب القمح نفرقها هناك طبعا فيه اشياء كثيرة ما ودي اتطرق لها لانها اشياء تحتاج الى وقت وهي اي من الحبوب يعطينا اكثر كميات من الدقيق فهل في اللعبة فيه تفصيل حسب ما موجود في الواقع دقيق قمح دقيق شعير دقيق شوفان ما موجود في اللعبة ما موجود التفصيل هذا هنا نجي عند هذه ونشغل نضغط بالار وندخل على المصنع نشوف المصنع عندنا الان اربعة اشياء اربعة اربعة انواع من الدقيق هم ذاكرينهم هنا اربعة انواع من الدقيق وهذا الكلام واضح حسب ما انت تنزل من كميات طبعا عندنا البيرلي انا موقف البيرلي كان عندنا شعير طيب هذا البيرلي راح نعمله اكتف الان طبعا المصنع تم ايقافه الحبوب اللي تنزلها في المصنع الان شغلنا على الشعير الان راح ينتجنا شعير ان شاء الله باذن الله خلال فترات وجيزة نشوف هنا شعير ينتج لك ثلاثة وعشرين دقيق نشوف هنا خمسة قمح ينتج لك اربعة يعني ما نعرف هو في نسبة نسبة يعني نسبة وتناسب عندنا خمسة عش من الشوفان تنتج لك تسعة عش دقيق اكتشفنا الان وين اللي يعطينا دقيق اكثر هي الشوفان نعم الشوفان هو الغالب والسرقوم كذلك يعطينا دقيق خمسة عش سرقوم حبوب مقابلها خمسة عش دقيق الشوفان هو اللي غالب على الحبوب هذي كلها خلوا الانتاج الان يشتغل يبتدي يشتغل وراح نشوف معاكم الانتاج وطبعا تحميل الدقيق راح يكون على شكل بالات فقط احنا نجيب عربة التحميل التلقائي ونحمل بين فترة وفترة نغسل المعدات انا بالنسبة لي اغسل المعدات خاصة لما تكون المعدات تشتغل في الحقول وتاخذ وقت نحتاج الى تنظيفها وغسيلها طيب الان مش اسوي الان عندي شغلة راقم مثل ما قلت لكم موضوع السلاج ومنها نمرر شهر اغسط اللي هو شهر ثمانية ونشوف وش راح ينتج شوفوا بدأ الان مصنع الدقيق بدأ ينتجب هذا هو الدقيق هذا دقيق الشعير راح يتجمع عندنا على الرصيف هذا رصيف الانتاج وبعدها احنا نجي نتصرف فيه طبعا كيف اتصرف فيه انا بالنسبة لي عادة اول دفعات من الدقيق انزلها في في المخبز في البيكري ان شاء الله بإذن الله راح يشوف معاكم بعد انتاج الرغيف من البيكري شفتوا عملية حقول وبعدها عملية مصنع وبعدها ننتقل الى امور اخرى شوي شوي احنا نتنقل بين الاعمال هذه وراح نرجع العربة الان هذه في المواقف اتوقع احنا الان في فترة ما نحتاج العربات هذه كثير فقط نحتاج الصغيرة ذيك طيب راح ااخذ التركتر هذا ونشوف الان السلاج وش وضع السلاج الكمية اتوقع راح حصلها داخل البصرة شوفوا عندنا سلاج او ماي جاد اثنين وثلاثين الف سلاج والله شي رهيب طبعا السلاج ما يطلعنا على شكل على شكل بالات لا راح يطلعنا على شكل المفتت طبعا تذكرون ان السلاج تجي البالات الخاصة فيه باللون الابير راح اوقف هنا ونشوف طريقة التحميل افتح الكنترول يقول ايوه شوفوا هنا غراس ما انا ابغال غراس هنا سلاج ستة وثلاثين الف من السلاج يا خطير قسم بالله خطير والان مثل ما احنا نشوف نجحت العملية وعطانا سلاج وعطانا بكميات كبيرة قد ما تستطيع لا والكمية اللي تزيد عندك وودك ترجعها تقدر ترجعها ها ها والله انجاز رهيب انجاز جدا حلو انجاز والله راح ريحنا احنا نشوف الان الاحواب هذا الحوض عندنا شوف الحوض اللي ننتج منه سلاج اول عملية السلاج ومعدات وضغط الحمل ويجيب ويضغط والتركتور ما يمشي ويجيب الجرافة ويجيب من عارف والله شغلة طبعا اللي راح يطالعون عمليات السلاج التقليدية اللي هي ستاندر في اللعبة شغلة شغلانة شغلانة اصلا لما تسمع كلمة انتاج سلاج تهرب من الموضوع هذه احواض السلاج نشوفها معكم شوفوا هذه احواض السلاج اللي كنا ننتج من عندها سلاج من اول هذه واحتج نحتاج الى حوسة كثيرة طبعا الان ما راح اشيل هذا عندنا سلاج موجود جاهز مضغوط من اول وعاملين لكبر ما راح ما راح اشيله راح نتركه سبحان الله يوم الايام نطلع نلقى المودات هذه تعطلت ولا شي فنرجع لطريقتنا الاولانية اليوم طبعا كانت كانت الحلقة يعني فيها فيها موضوعين الموضوع الاول تشغيل مصنع السلاج وشفناه معاكم كيف يتم تشغيله وانتهينا وعندنا كان موضوع نهاية الحصاد وانتهينا من نهاية حصاد حبوب طبعا القمح وخلصنا من عندها ومن اول كنا منتهيين من نهاية حصاد استرقوم وشفنا كيف نتصرف بالحبوب هذه في مصنع انتاج الحبوب كذا نكون يعني جينا على نهاية حلقتنا لهذا اليوم هذا الروبوت هو لتعليف الابقار خلط الاعلاف لهم والان هو راح ينزل ابقارنا بصحة وعافية وامورهم طيبة وعندهم حليب الحليب 34000 يا سلام اساسا الخزان عندي مليان وعندي مصنع قنينات الحليب كذلك مليان فالان عندنا مبيعات كبيرة ان شاء الله باذن الله راح نجي فيها معاكم في الحلقات ان شاء الله القادمة متابعين الكرام الان جينا على نهاية حلقتنا لهذا اليوم على العموم متابعين الكرام نجي نهاية حلقتنا لهذا اليوم اتمنى ان شاء الله الحلقة راح تعجبكم وتستمتعون مشاهدتها وتستفيدون من المعلومات اللي اليوم تكلمنا عنها في الموضوعين الخاصين لهذه الحلقة أتمنى إن شاء الله ما تحرمونها من تعليقاتكم الجميلة والمتميزة أتمنى من عندكم لايك والغير مشتركين نقول اشتركوا معنا الآن أترككم في رعاية الله مع السلامة اشتركوا في القناة